السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك وبيك على تطبيق وقناة فرنشاوي مع مسي وليد مصطفى في الفيديو ده هنتعلم كلمات درس عناصر الطبيعة وحالة التقص وفصول السنة وهنحل كمان وثائق عليها لو كنت بتشوف الفيديو على يوتيوب ما تنساش تحمل تطبيق فرنشاوي علشان تشوف فيديوهاتك بالترتيب وتنزل ملفات الشرحة والتدريبات PDF وتحل اختباره على كل فيديو نبتدي بالأسماء المذكرة كلمة طان افتكرها كويس قوي إن ليها معنيين مهمين جدا المعنى اللي قدامنا هنا هو الطقس أو الجو وبننطقها مش بننطق آخر ثلاث حروف طب ليها معنى تاني وكان خدناه فقلها سنة وهو اللي هو الزمن أو الوقت كلمة المناخ أو الطقس كلمة مذكر اللي نياج نياج كلمة غامعة غالبن لزن ريح يقول كلمة غامعة أما اسمه المعنف بالنسبة للأفعال المهمة أفعال سهلة وترجماتها موجودة قدامها لا يوجد فيها أي مشكلة أما بالنسبة للصفات والظروف والحروف الجر والتعبيرات صفة مؤنف صوتها لا يتغير نفس الكلام الصوت ما تغير نقف شوية عند كوفير صفة جاء من فرب كوفير يعني يغطي وبالتالي يعني مغطى طيب لما اتكلم عن السماء واقول السماء مغطى الطبيعي إن السماء الصفية بيكون لونها أزرق أو لون أزرق السماوي لكن لما لونها بيتغير يبقى غير كده إذن هي السماء مغطى إيه اللي بيغطي السماء غالباً بكون السحب سواء سحب بقى لونها أبيض أو سحب لونها رمادي أو سحب لونها غامق شويتين فلما نوصف السماء ونقول إن هي كوفير إذن السماء ملبدة بالسحب أو غائمة بعد كده بناخد تعبيرات غير شخصية وهو إيل في إيل في ما تقوليش هو يعمل أو هو يفعل معناه حرفياً هو يفعل أو هو يعمل لكن لما بيجي بعدها الصفات دي بالتالي بنقصب بيها التقس أو الجو إذن إيل في معناها الجو يكون أو التقس يكون إيل في فقوى الدنيا برد إيل في شو الدنيا حر الفي بو الجو جميل الفي دو الجو لطيف الفي موفي الجو سيء طيب نيجي هنا على فاغب النجا يومطر هنلاقي إن فاغب النجا والفاغب اللي بعديه اللي هو بلوفواغ الأفعال دي بنقول عليها في اللغة فاغب أم بيخسونال أفعال غير شخصية يعني أنها لا يتم تصرفها مع أشخاص ما ينفعش أصرفها مع جو وتو ونو وفو وكده ثم ما لقى وظرفها إنها بتتصرفش إلا مع الضمير إيل فقط حتى ما بتتصرفش مع الضمير إيل إيل المذكر وإيل دي بيكون مقصوب بها الجو أو السماء أو التقس لما نقول إيل ناج يعني الدنيا بتنزل سنو جليد لما نقول إيل بلو يعني الدنيا بتمطر مطرة فاغ دي فيلو يمارس ركوب الدراجات هنا فاغ بفاغ جاي بعد دي كلمة مذكر ياخد دي فاغ دي اسمها أداد تجزئة مع الكلمة المذكر فاغ دي فوتو يلتقط صور والصور جمع مقدد دي فاغ اون فوتوغرافي يصور أو يمارس حرفة التصوير أو مهنة التصوير فاغ اون فوتو دي يلتقط صورة لي دي بيجي بعدها اسم الحق اللي بتتصور اللي بيتم تصورها يعني فاغ اون فوتو يلتقط صور خبلك او من التفاصيل بقى الصغيرة دي بخندر اون فوتو دي بخندر اون فوتو يصوره كذا على طول من غير دي جوي او زي شك اشك اللي هي شطرانج رياضة جمع او لعبة سوري ميا مش رياضة هي لعبة جمع فتاخد او مع فاغ بجوي بصلي قوي على جوي او زي شك كلمة اشك جمع اخدت او او دي اللي هي اصلها او بس بتيجي بعدها جمع طب ليه في النقطة التانية دي ما كتبناش او هقولك ببساطة لان فصل بين او وبين الكلمة اللي بعديها اختيك لاندفيني اداة ناكرة هتبقى او دي جي فيديو طب امتى تاخد او لو شلنا دي يعني لو شلنا دي هتلاقيها جوي او جي فيديو موسيقى بخصوص عناصر الطبيعة الاسماء او الكلمات المهمة اللي لازم تكون عارفها في الطبيعة ودي عليها شغلة تانية هناخده ان شاء الله في الفيديو القادم موسيقى 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 عايز تجمعها بتضيف لها ايكس وازو ودي كلمة عليها تدريبات كتير بتتكرر في تدريبات كل شوية لماذا؟ لان كلمة اغب زي ما انت شايف مؤنف عشب اللي هنحشائش او نجل المزروعة في الارض الاعشاب اللي تطلع في الارض بالتالي كلمة اغب هتجي توصفها باللون لازم تجيب اللون مفرد مؤنف تمام؟ وطبعا لو هتاخد ممكن تاخد ايلا اباستخف غيفيار غيفيار يعني نهر في كلمة بتسويها بس الكلمة التانية مذكر اين فلوف اين فلوف دي نهر مؤنف والتانية نهر مذكر تقريبا ما فيش فرق بينهم او الفرق اللي بينهم ما يخصكش انت كطالب اين بلاج اين فلور الزهرة في ميناء مفيش في اخرها اه ولكنها مؤنف لا مانتانية مانتانية لا كامبانية مانتانية كامبانية الجبل والريف لا فغي كلمة فغي مؤنف مهمة جدا وبتيجي كتير لازم انت بعرف انها مؤنف لا ماغ تاني مرة تقبلنا لا فاي الاوراق دي زارب بتاعة الاشجار اوراق الاشجار اما فصول السنة الاربعة هم من اول نظرة هتلاقيهم كلهم مسكولا كلهم مذكر الفصول الاربعة مذكر كلمة سيزان نفسها مؤنف فهنا تبدأت صح صح كده ودماغك ينور سيزان الفصل اون سيزان او لا سيزان وهي مفرد مفرد مؤنف لكن الفصول نفسها الاربعة مذكر طيب كام واحدة من الاربعة مغدا له واحدة اللي هي وحفظ دي كويس ويعرف ان الثلاثة التانيين وغدين الاباستخف لاتي لوتون ليفير الوثيقة اللي قدامي بعنوان التقس او حالة المناخ في مصر في مصر في مصر الجو جميل خلال او اثناء خلال فصول السنة الاربعة ما ولكن يوجد شيء يوجد شيء والسماء تكون رمادية اللون اللي هي السماء تكون ملبدة بالغيوم او مش صافية او أوراق الأشجار تسقط او تقع في الشتاء الجو يمطر الجو بيكون برد الجو بيكون برد في الربيع الجو بيكون جميل التكست ده يستحق الحفز والبروزة مهم للغاية خلاصة الدرس كله في هذا التكست وانت المفروض هتكتب الكلام ده وهتكتبه في الايميل او هتكتبه في الموضوع او هتجاوبه في جمل او هتعمل والله يعني الموضوع ده خلاصة الدرس كله تقريبا طيب هذه الوثيقة تعطينا معلومات حوله او عن ايه او نجيبت في مصر طبعا عن عن المناخ ده العنوان بتاعها هنا مواقع اثرية او سياحية هنا اثار هنا لاسبوق الرياضة او نجيبت الجو بيكون عامل ازاي في الشتاء مش مجوبش من دماغ الجو بني التكست الجو بيمطر الجو برد يبقى هنا الجو يكون بارد أوراق الاشجار تسقط امتى او نطن في الخريف خبالك ان فيه كله اخد ايه او 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 التلاتة اللي كانوا اخدين الا ابوتروف اخدوا او الواحد اللي كانوا اخد ل اخد او ودي قاعدة مهمة عليها اسئلة كتير او نتي في الصيف ايليا يوجد او نجيبت في مصر في الصيف يوجد ايه دي سولاي يوجد شمس هناخد الكلام ده بالتفصيل في الفيديو الجاي او اللي بعديه لما نتكلم عن حالة التقصي بالتفصيل الوثيقة التانية بعنوان او كلاب فوتو في نادي الصور وهنا نادي زي ما اتفقنا مكان زي مكان زي مكان زي اللي بيتاخد في كرسات منتدى او مكان او تجمع مخصص لي اخذ كرسات او تدريب على التصوير او على اي حاجة تانية في سؤال وهنلاقي عليه أربع ردود السؤال بيقول ماذا تحبون أن تصوروا تحبوا تصوروا إيه أليس بولين غوما مارك اتلق الأربع دول هيردوا ركز في الأسماء واشوف كلها بيصور إيه أعشق تصوير الفعل الأولى نتصرف الفعل الثاني لم يتم تصريفه الجبال البيضاء كلمة مونتاني جمع مؤنف هنلاقي اللون بلانش جمع مؤنف في شهر يناير لأنه يناير ده عايز الشتاء أعشق جدا أو أحب جدا تصوير الخنافس السوداء والخنافس الملونة أنا أحب تصوير أو أفضل تصوير زملائي الأخير هيقول أحب تصوير النباتات والزهور في فصل الربيع هؤلاء الأشخاص يكونوا فين؟ العنوان فيه أوكلوب فوتو العنوان فيه بيقول أوكلوب فوتو هنا هنختار أوكلوب دي فوتوغرافي نادي أو منتدى أو تجمع المصورين نقطة أدوغ فوتوغرافي بيعشق تصوير الحشرات اللي قال كده رقم اتنين اللي هي بولين فينك يا بولين أهي غمان غمان ده التالت بيحب يلتقط إيه في التصوير هو الميكوبان زملائي بالتالي هنختار هنا السيزامي أصدقائه أليس بخفير فوتوغرافي أليس دي البنت الأولى أليس البنت الأولى قالت بحب بصور الجبال البيضاء في يناير طب هنا هنختار الصيف ولا الربيع ولا الخريف ولا الشتاء طبعا في الشتاء آنيفاخ لأن يناير دفع عز الشتاء وهنا نقطة مهمة خدناها فلاثانوي الربط بين الشهور والفصول في نهاية الفيديو لو كنت بتشوفه على يوتيوب ما تنساش تحمل تطبيق فرنشاوي من جوجل بلاي علشان تشوف دروسك بالترتيب وتحل اختبار على كل فيديو وتنزل ملفات الشرح وتدريبات PDF شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته